هذه على طريقة ساديوماني طبعا أن محمد عمر ميلايني مشاهدين الكرام السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في برنامج تريندينغ ماما أفريكا الخاص بفعالية كأس أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون والبداية من حصيلة المنتخبات العربية في الجولة الأولى مصر انهزمت أمام نيجيريا بهدف مقابل صفر تونس انهزمت أمام مالي بهدف مقابل صفر الجزائر تعادلت مع سيراليون بصفر مقابل صفر الجزر القمر انهزمت بهدف مقابل صفر أمام القابون السودان تعادلت مع غينيا بصوب بنتيجة سلبية المغرب فاز على غانا بهدف مقابل صفر موريطانيا انهزمت مع غامبيا بهدف مقابل صفر هذه النتائج علاق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي وكتب على صفحة رسمية بتويتر قائلا المغرب والفوز العربي الوحيد الجزائر تعادل لن يؤثر مصر وتونس في الهوى سوى موريطانيا فرصة ضاعت سودان ضيع المباراة الأهم يقول عصام الشوالي جزر القمر حذرت الروح حذر الأداء وغابت النتيجة العرب بعد أول جولة جولة هدف وحيد بـ 630 دقيقة وبحديث عن حكم مباراة تونس الذي أنهاها مرتين وسط جدلين كبير عند الطاقم الفني والجماهير التونسية وخروج لاعبي المنتخب التونسي وعدم عودتهم يطرح فرضية تطبيق القانون ضد تونس وليس ضد الحكم سيكازوي الذي أشعل منصات التواصل الاجتماعي وهو ما جعل نسول قرطاجة مهددة بالإقصاء وفي هذا الشأن علق صحف خير الدين روبا قائلا هل ستطبق المادة الثانية والثمانين من القانون المنظم لبطولة كأس أمم إفريقيا على منتخب تونس الذي يعتبر منسحبا في هذه الحالة من المباراة العقوبة قد تصل لحد الاستبعاد من البطولة في حال الانسحاب لكن هذه الحالة الاستثنائية غريبة لأن الحكم أعلن نهاية المباراة في المرة الأولى ثم في المرة الثانية أما فيما يخص الحكم الذي أدار مباراة تونس ومالي فقد أوضح عصام عبد الفتاح عضو لجة الحكام بالاتحاد الافريقي بالكاف قائلا حكم مباراة مالي وتونس جاني سيكازوي عانى من ضربة شمس وجفاف شديد أثرت على قراراته خلال المباراة وبعدها تم نقله إلى المستشفى مباراة بعد نهاية اللقاء في نفس السياق نشر كاتب والصحفي الرياضي محمد عواد يوضح الأساسيات التي يمكن الطعن فيها في مباراة مثل تونس ومالي شفت الفضيحة اليوم التي صارت في أفريقيا الحكم بينهي المباراة أول شيء على دقيقة 85 وبعدين بينهيها بالدقيقة 89 لكن بعد ذلك الاتحاد الأفريقي تدخل وطلب من المنتخبين يرجعوا الاثنين رفضوا أول شيء لكن مالي لما عرفت أنه الموضوع ثلاث دقائق بس رجعت لكن اتفاجأنا تونس ما بترجع في الحقيقة تونس حسبتها قالت لك دقيقتين صعب كثير يجي التعادل مع لاعبين باردين اللهم دقائق واقفين بدون لعب هي بتراهن على نص قانوني بيقول أنه من الأخطاء التحكمية اللي بتسبب إعادة المباراة هي الأخطاء التحكمية في أساسيات المباراة يعني والله ركلت جزاء صح غلط طالت صح غلط هاي مش أساسيات الأساسيات مثلا يكون المرمى أكبر من اللازم أو أصغر من اللازم وبرهنه أنه يعتبر التوقيت من أساسيات المباراة فلو كان ذلك حيكون أنهم الحق يطالبوا بالإعادة تخيلوا فضائح الماما أفريكا وصلت حتى إلى الصين حيث نشرت مروى على تويتر صورة لموقع يتحدثوا عن القضية قضية التحكيم في مباراة تونس ومالي وكتبت باللغة الصينية وكتبت مروى مغردة فضائح ماما أفريكا وصلت للصين الله أعلم ماذا تحدثوا عنها باللغة الصينية عن المباراة علاقة نجم التونسي حتى مطر بلسي على صفحتي بتويتر قائلا بعيدا عن الفضيحات التحكيمية المنتخب التونسي كان سيئا للغاية ولأن المصائب لا تأتي فرادة فقد تم إلغاء الحصة التدريبية للمنتخب التونسي أيضا بعد تحذيرات أمنية للمنتخبات المشاركة والمتواجدة في مدينة لينبي الكاميرونية التي تشهد حركة انفصالية الشيء الجميل في مباراة تونس ومالي هو تواجد العالم الفلسطيني لجانب العالم الجزائري والتونسي لتشجيع نسور قرطاجة أمام نسور مالي قناة سكاي نيوز عربية عنونت على صفحتي بتويتر قائلتان يوم الأزامات في بطولة كأس أمم إفريقيا بعد أزمة حكم مباراة تونس ومالي تم عزف النشيد الوطني الموريتاني القديم ثلاثة مرات ما أثار غضب اللاعبين موضوع موريتانيا بعد الفاصل